فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله قال الله سبحانه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين قال رحمه الله نعم هذا مثال من القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه آتى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات وفضلهم على العالمين يعني عالم زمانهم وإلا فهذه الأمة هي أفضل العالمين كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرية للناس لكن هذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أما قبل ذلك فكان بنو إسرائيل هم خير العالمين لما كانوا متمسكين بدينهم وبالتوراة التي نزلت على موسى فهم خير العالمين لأنهم ها الكتاب وخيرهم أهل أهل وثنية وأمية فالله فضلهم على العالمين بالعلم الذي أعطاهم إياه لكن لم يعملوا بهذا العلم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الذي حملهم على هذا الاختلاف هو البغي والحب الظهور والعصبية هذا الذي حملهم على الاختلاف ليس الذي حملهم على الاختلاف هو البحث عن الحق والاجتهاد في الأدلة الذي هو الاجتهاد الفقهي فهذا أمر محمود لكن الذي حملهم على هذا هو البغي والإعجاب كل معجب بما هو عليه كل حزب بما لديهم فرحون هذا الذي حملهم نهان الله عن ذلك فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر شريعة الإسلام فاتبعها اتبعها شوف اتبعها اتبع هذه الشريعة ثم قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون هذا نهي عن التشبب بهم وقال أهواء لأن اختلافهم هذا اختلاف هوى وليس اختلاف بحث عن الحق وإنما هو اختلاف هوى فلا تتبع أهواءهم فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لأنهم ليسوا على علم في هذا تركوا العلم تركوا الكتاب الذي أعطاهم الله واتبعوا أهواءهم فأنت أيها النبي منهي عن التشبه بهم في هذا الأمر ويجب عليك أن تمسك الكتاب الذي أنزل إليك ولا تتركه كما ترك أهل الكتاب كتابهم واتبعوا أهواءهم إنهم ليون عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين نعم إذا اتبعتهم فإنهم يوم القيامة لن يغنوا عنك من الله شيئا لن يدفعوا عنك عذاب الله لو أنك سلكت سبيلهم وهكذا أهل الظلال يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تبرأ بعضهم من بعض لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض يعني ولا يجوز للمسلمين أن يتولوهم وإنما بعضهم أولياء بعض كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض والظالمون بعضهم أولياء بعض ولا يجوز للمؤمنين أن يتولوهم